يا سامع الصلاة ما إلنا غيرك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر أنت الإله الحي، أنت الإله القدوس، أنت الإله المجيد، المعظم لك الكرامة، لك الجلال، لك التقدير، لك الاحترام أنت السيد، لك السيادة والسلطان المطلق الكامل وأنت المحبة، المحبة المتجسد والمحبة التي بذلتها وعطيتها لكل واحد منا ما أعظمك، ما أمجدك، ما أكرمك ما إلنا غيرك يا رب، يا سامع الصلاة ما إلنا غيرك، إحنا جايين لعندك جايين بتواضع، جايين بانسحاق، جايين بانكسار جايين بتوبي، جايين باعتراف ونقول عوزين يدك تعمل يا سامع الصلاة، ما إلنا غيرك إخوتي وأخواتي، عم تصلنا طلبات صلاة كتير وكل أنواع الصلاة، وبنعمة الرب راح نخصص كل يوم خميس مثل هذا الوقت أن نرفع كل الطلبات وكل الإحتياجات بالصلاة ونعاوز أأكد لكل واحد من اللي بيشاهدونا سواء على الفيسبوك، سواء على البرامج البث المباشر سواء على البرامج في المواقع الكتابية سواء يعني كل أنواع البرامج مش بس على السوشال ميديا، على الإنترنت، في أي طريق التواصل اللي بنتواصلها كل الناس اللي بتبعث صلوات بحب أأكد لكم أنه كل طلبة منصلي لها بشكل خاص في فريق، في جيش من الصلاة وأنا دائماً بأكد على العاملين معنا في هذه الخدمة أن نركز على هذا الموضوع نرفع كل إحتياج ونعاوز أشجع كل المشاهدين أنت مش لوحدك، أنت مش متروك الله شايفك، الله عارفك والله بيعرف ظروفك إذا حسيت أنه طلبت الصلاة أو استجابت الصلاة عم بالطول اتأكد أنه إلهك حي ويريد الأفضل ويمكن عاوزك تتقرب منه أكتر تيجي بإيمان، تيجي بثقة حياتك حسب ما شئت وتمجده في كل شيء لأنه بحبك وتأكد إذا فيه انتظار أو إذا فيه نوع من التوقيت انتظر، انتظر توقيت الرب انتظر بركة الرب انتظر أوامر الرب الله بحبك طبعا فيه عندنا طلبات كتير كتير في كل أسبوع مثل هذا التاريخ في كل يوم خميس راح نذكر كل الأسماء إلا إذا أنت بتحط في طلبتك عدم ذكر الاسم وإحنا بنحترم هذا الشيء راح نذكر الأسماء واحتياجات الصلاة طبعا بشكل مختصر ورح نرفع لما أنا بصلي من أجل هاي الطلبات اتأكد اتأكدي انه فيه كمان مجموعة كبيرة عم برفعوك ومتفقين متحدين مع بعض في الصلاة وانا عاوز أقول انه الصلاة هي الطريقة اللي بنيجي فيها للرب نسمع صوته من خلال كلمة الرب الكتاب المقدس نتلذذ بالكلمة نتلذذ بحضوره فيعطينا سؤل القلب وانعارف في كتير طلبات في كتير مرضى عم بيرفعوا صلوات انا اليوم انا مشغول ارفع صلاة من أجل كل اللي طلبوا النصيب الصالح انه الله يتدخل وانه هاي السنة سنة الـ 2021 تبتدي بالبركات وتشوف من كل ناحية الأمور مفتوحة معاك والسماء مفتوحة أيضا بصل في اسم الرب يسوع انه الله يعطيكو الناس الصالح كتير من اللي بيتواصلوا معنا مرضى بالكانسر وطبعا هذا مرض صعب جدا احنا بنعتمد على رحمة الله وعلى نعمة الله لكن اتأكد انه الله عاوز يتواصل معاك ويمتعك بحضوره يا رب انا برفع كل مرضى الكانسر في اسم الرب يسوع مكتوب انت الرب وشافينا يا من اخدت اسقامنا وحملت امراضنا نعلن ان كل المرضى بجلدتك شفية يا من كنت جول تصنع خير وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء انت هو هو لا ولن تتغير انت هو امس واليوم والى الابد يا رب احنا بالايمان بننطق كلمة الايمان في اسم الرب يسوع اتمد يمينك على كل مرضى الكانسر تتحنن عليهم تشفيهم في اسم الرب يسوع بصال انك تجدد الارادة وتبعد كل احباطه كل يأس من حياتهم وكل يا رب مخاوف وكل قلق وكل يا رب امور اللي بيحسوا كأنه خلاص انتهت حياتهم او بيسيروا الى النهاية يا رب انت جدد انت معنا في اسم الرب يسوع بقوة حضورك بالروح القدس المس وتحنن ومد يمينك الشاف واعلن ذاتك لكل واحد وتمجد فيهم في اسم الرب يسوع المسيح منصلي يا رب من اجل مرض الكورونا الوباء كتير ناس عم يصابوا بهذه الامراض من احبائنا ومشاهدينا في اسم الرب يسوع مننتهر هذا المرض ونعلن نهايته في اسم الرب يسوع المسيح وهي السنة تكون سنة بداية جديدة وانت صانع امر جديد كل لمجد اسمك والامتداد ملكوتك منصلي يا رب تفتح ابواب العمل اتسدد كل الاحتياجات تغمر بحضورك اتبارك بغنى اتفيد بنعمة وغنى السماء وبركات السماء على كل محتاج في هذا الوقت منكمل صلاة من اجل كل انواع المرضى المرضى يا رب الداخلية والامراض الجلدية وامراض الاوجاع سواء الرأس او الالتهابات المفاصل منصلي يا رب من اجل شفاء امراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول منصلي يا رب من اجل كل مرضى القلب وكل الامراض الباطنية منصلي في اسم الرب يسوع يا رب كما قال قائد المئة قل كلمة فيبرأ غلامي يا رب كلمتك حية فعالة امضى من كل سيف ذي حدين كلامك روح وحياة كلامك تصل الى النفس والمخاخ والمفاصل ومميزك الافكار القلب وانياتك كل شيء ما تشوفه عريان امامك في اسم الرب يسوع تمد يمينك الشافية على كل المرضى يا رب في كتير ناس بتمروا بتعاني من مشاكل مادية احتياجات مادية بصلي انك تسدد كل احتياج مادة بحسب غناك في المجد بصلي يا رب اولادنا وبناتنا يكونوا جميعهم تلاميذ لإلك يحبوك ويخدموك وبصلي يا رب انو كنيستك تمتد في كل مكان بصلي يا رب من اجل احباءنا العابرين سواء في الشرق الاوسط او شمال افريقيا او اوروبا او شمال امريكا في اسم الرب يسوع تحافظ عليهم تحميهم تسدد احتياجاتهم تباركهم من كل ناحية تفتح الابواب وتعطي نعمة خاصة في عينيك اولا وفي عينين مع جميع اللي بيتعاملوا معهم يا رب منحط الطلبات كلها التي كتبت ورفعت وتواصلوا معنا انك تستجيب كل طلب وكل احتياج في اسم الرب يسوع المسيح امين منصلي يا رب معجزات تكون في هذه الايام منصلي تجديد الذهن تغييري يا رب الارادة الارادة تكون متجددة وخاضعة لمشيئتك تعطينا يا رب تملأ قلوبنا محبة بصلي من اجل وحدة في الكنيسة بصلي من اجل غفران ولسيما في الحياة الاسرية مسامحة بصلي انه بركتك تحل على الجميع في اسم الرب يسوع امين امين ومرة تاني بشجعكو اذا عندك طلبات او احتياجات صلاة تأكد انه كل طلبة بنرفعها امام عرش السماء والله اللي بنعرفه الى حي بيسمع بيستجيب بيتفاعل بيتواصل بيتعامل مع احتياجاتنا وطلباتنا ايضا لانه بحبنا ولما بنيجي بثقة وبنيجي بايمان وبنيجي فعلا عاوزين انه الله يتمجد في حياتنا تأكد انه البركة بتحل علينا ربنا يباركك وخلينا نسمع الطلبات والصلوات اكتبوها لقلنا واعملوا شير حتى اكبر عدد ممكن يتبارك في اسم الرب يسوع امين موسيقى